كانت الأمور من تجاهها مثل ما أقولك أنه كان في تسوية هذه التسوية في فريق خلفها وخاصة رئيس مئاتي ما قبل لأنه يعتبر أن هذا تدخل بشؤون القضاء وما نصير بالطريقه قبل والرئيس عون كمان الرئيس عون معروف موقف وثابت به الموضوع وكذلك جو الأصر ما بدون ندقه بالقاضي بطار كمان سياسيا لأن القاضي بطار يتجه الرئيس بري والوزير الفرنجي سياسيا مستفيدين من هذا الجرم سياسيا لأن القاضي بطار لم يستدع أي وزير عدل لأن كل وزراء العدل يجب بخصوة الطيار لم يستدع وين الأضاط المستشارين كانوا لوزراء العدل أحدهم لم يستدعوا مع أنه من خيرة الأضاط القاضيين القاضي والقاضي بدون ما نسمي أسماء أنا معطول صديق للأضاط وحصلت الأضاط ما فينا نقول عنه أنه القضاء غلط بس الأول حادثة بصير من هالنوع لأنه وقت عطى أمر القضاء ينزلوا هذه الحمولة ما كان عنده خطورة قاضية بهذا الشيء ما كان عنده يعرف شو خطورة هذا الأمر كعاساس أنه حطوا ضاعوا وانكسروا الدك بالباخرة وقالوا نزلوا عما تغرأوا إلى ما هناك فلذلك فلذلك هلأ نحن ما في حلول ما في حلول للأسف الشديد سقطت هذه الوساطة اللي نحكى عنها على أساس أنه جبران بسير أنه بدوا يلغي الانتخابات أو انتخابات المغتربين بدوا يعمل تسوي أنه لغولنا الانتخابات أنه الرئيس بري ينظر له لا أقولك صراحة هي أكثر فترة فيتين فيها ببزار بين بعضهم هالسنتين من وقت ما بلش تتصورة 17-20 أكتر شيء السلطة تتخبط فيما بينها بالتسويت بس هلأ في كلام عن أنه أنه الوزير جبران بسير عم بيعالي السأف كرمال يأخذ من الرئيس نبيه بري مشموعة من المطالف المجلس النووي أبرزها تتعلق بقانون الانتخاب وانتخابات المغتربين وربما تأجيل الانتخابات النيابية مقابل القبول بحل للستار البيتار الوزير جبران بسير وفخامت الرئيس وفخامت الرئيس أنا أقولك الوزير جبران بسير وفخامت الرئيس أنا أعرف من سنة ونص لا يريدون انتخابات نيابية ويريدون تأجيل الانتخابات وهم يسعون يعني نفس الشيء يسعيان نينتهم الرسالة التي بعثها فخامت الرئيس والطاعن التي تقدم إذا تقريهم هن ذاتهم عن مجلس السوري هن ذاته نفس الأسباب بس حضرتك أنوني بس أسباب الطاعن مبدئية وحقيقية يعني أنه أنت حضرتك أنوني شو رأيك بالتصويت اللي صار بمجلس النواب التصويت كل عمره صير هايك مجلس النواب ونحن نحن مصلحتنا نعمل انتخابات ما بقى فينا نوقف بوجه الدول الكبرى بأدار أكيد شو ما كان لا هو عم بيقول أنا عملوها بأيان أنا ما هتنعمل بأيان أنا موقف الشخصي هذا عمول هو عم بيقول أنه التصويت على إجراء الانتخابات بأدار ما كان صحي أكترية أررت أدار نرجع إذا بنا نحكي المنطق عم بيقول رئيس عم بيقول رئيس عون أنه ما كانش نصاب مكتمل صح عندما صوتوا أنا ما عديتون رئيس بري عجدون رئيس عون عجدون أنا ما عديتون قالك بالموضوبة أنا صريح قالك رئيس عون والنائب جبران بيسيل بيتمنوا تتأجل الانتخابات مش لأيار لما بعد أيار لأيحاء وإنجاز تهني حسنوا مضعون لأنه كل الأحزاب وضعها أفضل منهم بشوي ما بديوه الأكتر هلأ بنحكي موضوع الانتخابات نهكي عن المجتمع المدني الذي يتقدم بقوة نعم هلأ بنحكي عن الانتخابات وتقدم المجتمع المدني إذن بالموضوع الحكومي ما في جديد هل سيقدم الرئيس مئاتي على الدعوة لجلسة مجلس المزراء وليتحمل جميع مسؤوليته لا هذه معلومات أكيدة لن يقدم على دعوة مجلس المزراء رئيس مئاتي لو شو ما كان السبب بالعكس ويبطل يدور الزوايا وأنا أخشى أنه إذا استمر الوضع هايك طير الانتخابات ولو كان بـ 27 أدار ليه لأنه ما في حكومة تجتمع الجو متشنش جدا ما بدون انتخابات وهذا الجو يساعد على تطيير الانتخابات إذن لا جلسات حكومة لا انتخابات بس تركب حكومة بس يجتمعوا بالحكومة في انتخابات بس هذا الجو هذا يصب بمصلحة تطيير الانتخابات وكل العامين عمل من بعض الأفريقاء ما نحسن من مين من معظم الأفريقاء لتطيير الانتخابات بس رئيس بري يصر عليها أكتر شي على الانتخابات نعم هو والقوات اللبنانية ومجتمع المدني والكتائب هاولي أكتر شي بدونهي والوزير الفرنجية بس بالنتيجة أنا أعطيك تيير وطن الحر وحزب الله ما بدونه انتخابات حزب الله ما عفرقت معه ما عنده مشكلة حزب الله على صعيد الشعي ومش عم نحكي على صعيد الشعي فرقت معه على حليفه المسيحي والغطاء المسيحي لأنه واحدة من كوابيس حزب الله حاليا دكت صحح لي كوابيس لا لحظة أن تقدم القوات اللبنانية بالسحة المسيحية لا في شيء أكتر من هكت كمان عند حزب الله يخشى تصويت المقتربين ليه؟ لأنه عندك ست نواب والأكترية اسمها الريوة هيدا ست نواب لا ست نواب مش عنين ينتخبوا المقتربين بلينتخبوا بره مش على الست نواب بلينتخبوا على المية واتمع سنين هاو دي يعني بيصبوا بكل الشوارع نعم يعني بالساحة السنية وبالساحة الدرزية وهو ليه خايف من تصويت المقتربين بس أكتر شيء بالمسيحية هو خايف بثلاث ساحات لأنه هناك نعمة برا نعمة كتير من اللي فلو ضد الطيار الوطني الحر وضد الرئيس عون لأنه بيعتبروا حالهم هو المسؤول هذا كل الأحزاب حزب السلطة كل الأحزاب حزب السلطة لا والله مش كل الأحزاب عم تقول حضرتك على ثلاث ساحات أكيد في نعمة على عمل في نعمة على حزب الله في نعمة على الحزب الأومي في نعمة على المردة في نعمة بس أليلي يعني مش بالمسؤولية اللي هي يفترض تكون على مثلا مثل وليد جونبلاط يلي مشارك وليد باك جونبلاط مشارك بكل حكومات وهو والرئيس بري والوزير الفرانجي وكذا ما عليهم النعمة اللي موجودة شيعيا ودرزيا ومسيحيا مثل موجودة مسيحيا على الطيار الوطني الحر طيب طيب الرئيس مقاطل لن يدعو إلى جلسة أبدا بانتظار حل الحل حتى الساعة غير موجود أنا رأيي الوضع صعب وضع كنا نقول قبل صعب مش مستحيل صعب ومستحيل اف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة